شكرا لك يراوي على الاستضافة في موقع فبرايا بواركم وسعيدي بدوري بتواجدي معكم في هذا اللقاء بطبيعة الحالة الرسالة الملكية ما جتش بشكل معزول يعني كان هناك أيضا خطاب ملكي بمناسبة تفتتاح الدورة البرلمانية وليوقف بالخصوص على هذا الورش التشريعي المهم وكان فيه يعني تعليمات طلب من جلالة الملك للحكومة بمباشرة تفتح هذا الورش التشريعي عبر مراجعته إصلاحه لأنه يعتبر بأنه تقريبا 20 سنة من الممارسة يعني تبينت من خلال الممارسة على مجموعة من اختلالات سواء فيما يتعلق بالتطبيق وحتى على مستوى الناس لذلك كان من الضروري ملأمت بعد هذا الناس مع الوثيقة الدستورية اللي جدت بعدها كمستجد جد مهم في دل هذه العشرين سنة اعتبار بأن الدستور في 2011 كان جد متقدم في اقرار الاعتراف أولا بالمساوة ما بين الجنسين بالحقوق المدنية السياسية الاقتصادية اجتماعية الثقافية والبيئية يعني حقوق الكونية أو الحقوق الإنسانية للمرأة ثم أيضا عملها على حضر التمييز أو محاربة التمييز المبني على الجنس وأيضا ارتقى بالمساهمة النساء في شتى المجالات عبر السعي نحو المناسبة بالإضافة إلى ذلك هناك أيضا خيرات المغرب في المنظومة الكونية الحقوق الإنسان عبر المصادقة ورفع بعض تحفودات على مجموعة من المواثق الدولية وعلى رأسها اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء العهدين العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية العهد الدولي للحقوق الاقتصادية اجتماعية والثقافية ثم أيضا اتفاقية حقوق التفل كل هذه المنظومة القانونية سواء كانت كونية أو وطنية حتمت بمراجعة هذا النص الشريعي حتى يتلاءم مع أسماء القوانين التي تؤثر البلاد سواء كانت قوانين كونية أممية تستمد مرجعيتها من المفاهيم الكونية أو قوانين ذات مرجعية دستورية نتوخى أن تكون هذه الفترة بالضبط أن عكيسة واحدة صورة راقية للنقاش المجتمعي عبر فتح نقاش عمومي لإنصات للرأي والرأي الآخر دون تكفير دون تعصب دون مصادرات دون تجريب من رأي الآخر لأن أي واحد يمثل المجتمع ولو بنسبة ضعيفة عنده الحق أنه يبين على موقفه من خلال قراءته لهذه المدونة أولا نتوخى أن تكون هذه المقاربة مقاربة حضارية راقية تعكيش نج ووعي الطبقة السياسية المغربية وحتى المجتمع المدني ونرتقي بهذا النقاش العمومي فيما يخص مذاكرة حزب تقدم واشتراكية احنا انطلقنا تقريبا هذه واحدة سنتين سنتين منذ أن بدأ النقاش بشكل جدي حول هذه المدونة انطلقنا كحزب تقدم واشتراكية أو كمنظماته المغازية التي تعنى بقضايا النساء وهي منتدى المناسبة والمساواة عبر إثراء هذا النقاش العمومي عبر تنظيم حلقات للنقاش ندوات فكرية أيام دراسية مركزيا وحتى ترابيا يعني زرنا تقريبا كل جهات المملكة تقريبا إلى حد تقدير تصنتنا تصنتنا بعدا لممارسين الناس اللي يمارسوا هذا القانون على أرض الواقع محامون وأعوان قدائيون وحتى ربما قودات تصنتنا فعالية المجتمع المدني الحركة النسائية الفعالية المحافظة أيضا بما فيهم الناس اللي متشبعين أيضا بالعلم الفقهي والديني تصنتنا لهم تهوما تصنتنا لهم الناس اللي عندهم مرجعية فقهية لأن المدونة ما فيها شغير فقط مرجعية حقوقية ولكن تنهل أيضا من المرجعيات أو من أحكام الشريعة تصنتنا ووقفنا على الاختلالة الأساسية كما شفتوا وقدمنا إجابات لأولا كتلائم مع المفهوم دينا أو مع الفلسفة دي الحزب تقدم وشتركيا وفكرهي لأن نحن قضايا النساء تعتبر من الجينات الأساسية للحزب وإحدى الأسباب التي جعلت الحزب كفاعل سياسي يعترف بهذه الحقوق أياما كان الآخر لا يجرؤ أو لا يحشم يجبت هذا النقاش لأنه نظننا يمكن الأخوات اللي اسبقونا ورافقات نضله في أيام كان الفاعل السياسي لا يجرؤ أن يثير هذا النقاش داخل المجتمع خوفا من ردة فعله دونك كوننا تصور وتصور قائم بالأساس كما قلت لك على الملائمة مع الدستور ومع القوانين الدولية مع التطور المجتمعي اللي يعرفه اللي يعرفه المجتمع المغربي على دور النساء أيضا في التنمية وتطور وضعية النساء داخل المشهد السياسي وأيضا معالجة الاختلالات اللي أبانت عنها 20 سنة تقريبا من الممارسة وعلى رأسها مثلا تزويج القاصرات كموضوع لأنه ربما الوقت ما غير اسمحنا نعرض المذكرة كاملة تزويج القاصرات الآن أصبح تقريبا هناك شيء بإجماع كي يقول بأن الاستثناء الذي قررته قررته نسخة 2004 لم يعد استثناء لأنه أصبح قائدة 12% من الزيجات في 2023 كلهم فتيات وحنا في تزويج هات الفتيات تزويج هات الفتيات للأسف هناك من لازال يدافع على تزويج هات الفتيات في 15 سنة قد تفقد الدولة فيه إطارات قد تفقد دولة رأس مال بشري جد مهم لما واحد الدفلة كان نقفوا للمصر ديالها العلمي والمعرفي وكان قلوا لسير جوج وهي عندها 15 16 14 سنة يعني ربما الدولة أنها تخسر فيها جزء كبير من دخل للبي كما كان قولوا ثم أنه كنحاولو نبرو هذا الشي للأسف بقصور واحدة سياسة عمومية معينة وعلى أرصى سياسة التعليم بدعوا أنه ما كانش ما كانش المدرسة ما كانش الداخلية المدرسة بعيدة يعني هات القصور ديال هات السياسة باش منقول شي حاجة آخرى طفلة ماشي مسؤولة عليها المسؤولة عليها هي الحكومة والدولة هي المسؤولة عليها تقرم التعليم كخدمة عمومية يعني هات تزويج القاصرات يعني أصبح واحد واحد الظاهرة اللي تتفشى للأسف وسط الفتيات وقصنا نوقفولها هناك أيضا خلال اللي هو كبير جدا وهو إثبات النسب إثبات النسب وكرمنا بنو آدم أهم معالم التكريم هو بالأساس أن الطفل اللي نتجع له واحد العلاقة اللي هو غير مسؤول عليها خارج إطار الزواج ما بين شاب وشابة أو مرأة أو رجل نتجع لها واحد طفل وكان حتم عليه أننا نعقبوه نعقبوه مرة ثانية نعقبوه ما نعطيوه الإسم نعقبوه أنه ما كيستفتش منه فقدي الأب نعقبوه أيضا نحرموه من الميرات قاله ككل كرمنا بنو آدم باشا تكرموه يعرف باشا كنا هو يعرف الأم ديال ويكون عنده إسم إثبات النسب أيضا المدونة فيها اختلالات لأنك تقرر فقط اللجوء إلى الخبرة الجينية بالرغم أن مدونة الإقرار والشبهة نحن كان قوله سيدي هذا الطفل ليس هو مسؤول أنه يخرج الوجود في وضعيتين أو عن طريق خطأ سهموا فيه واحد جوج الأشخاص كبار ورشيدين بالتالي انسجاما مع اتفاقية الدولية للحقوق الطفل أنه من حقه يعرف كنا هو وباه ويعرف كنا هي إماه ويكون عنده مسكن يسكن فيه ويكون عنده مدخل قار اللي تعلم فيه ويقرأ فيه لأن ذاك الطفل ربما لزيد كرسنا قتلناه ولومناه وعقبناه مرة ثانية سنجعله منه مشروع مجرم مشروع مجرم وذاك الإجرام الذي يطوف في بعض المدن ربما المنبع ولمشتد هم الأطفال اللي كانت تعصفوا في حقهم الدولة تتعصف في حق أطفال القوانين تتعصف في حق أطفال وهذا لا يمكن السكوت عليه في مغرب 2023 مغرب الديمقراطية مغرب الحرية مغرب حقوق الإنسان مغرب الحقوق الكونية للإنسان ثم الولاية مثلا لا نسترج لكل لأن ربما لا يستعفون الوقت أن نقف عند كل اختلال المدونة الولاية الشرعية مثلا أو الولاية القانونية نحن نؤكد أنها ولاية قانونية التي تفصل عن الحضانة الأم كان أعطوها الحضانة للأطفال ولكن لا لديه الحق تخرج وثيقة إدرية لا لديه الحق تخرج جواز صفر وأنا عانيت من ذلك مشيت نجيب جواز صفر للإبنة لأنها عندما وعد في الفيزا ما أعطته لشي السيدة وكانت محرجة القيدة ديال الحي اللي كانت محرجة لأنه قتل القانون وهذا لا يمكن إستخده وليس لا يوجد مشكل في العائلة وليس لأنه لديه وقت يجيب وفي بعض الأحيان تعتبر الولاية القانونية وسيلة لبتزاز للضغط للانتقام من الأم تخلط عن مستحقات النفقة غير تساع لنقابل ولدي أو لبنتي فيما يخص المسائل الإدارية العديد من الأمات يضطرنا لأنه اللي باش يتخلوا على النفقة غير باش يعطيهم الإمكانية أنهم يشرفوا على الوثائق الإدارية ديال الأطفال ديال يعني هات الاختلالات كلها بالإضافة إلى اختلالات متعلقة بالتعصب ونحنا كنقول نفتحنا على آراء من داخل المداهب الفقهية اللي كتقول بأن مثلا التعصب التعصب ليس له سند أو أسس شرعية ما مكتوبش في القرآن ولا مكتوب في السنة جاءت به جاء كعرف في واحد العصور غابرة اللي كانت صراع ما بين قبائل معينة ما بينهم قبائل ديالشيعة مما اضطرت أنه باش ما يورتوش في قبائل أخرى اضطرت هذه المجتمعات أنها تفرض التعصب وهذه استمعناها ما شيحنا قلناها ولكن معنى لآراء والناس اللي متمكنين من الدين متمكنين من الفقه ولما كد كل الناس اللي كيدفوا على التعصب كدوا أنت عندك جوجبنيتات وملا قدر الله مات متي ولا مات الأم دياله مغي يجيو لدول دول دول دعمك يدخل عندهم يخرجهم يقسم معهم تلفازة يقسم معهم الفراش يقسم معهم فراشة يعني عمليا فيها واحد الإجحاف خطير جدا تجاه الخصوص الأطفال الإينات اللي كيجيو أولاد عمومتهم اللي ربما مكنوش تكسولوا فيهم ما كيسقسوش فيهم ويجيو يتقسموا معهم ويخرجوهم لأنكه أنك يخرجوا من البيت الزوجية وربما تكون الأم غير قادرة على توفير بالزوجية معنداش إمكانات يعني كلها أمور اللي طفت على السطح ولم تعد تشرف مغرب في الحقوق الكونية للإنسان تصور دينا هاد المدونة نفي مفهوم القوامة هاد القوامة اللي كانت قائمة ولي كانت تكرس تراتبية داخل الأسرة كيان رب الأسرة وعد كين الزوجة احنا ما متفكنش معها ونطمح أنها ما تبقاش حاضرة كمفهوم أو لا كمقتديا داخل مدونة الأسرة لأن بالنسبة لنا كين مسؤولية مش تركة في تدبيل الأسرة ما بين الزوج والزوجة وده كانت الزوجة تشتغل خارج البيت أكيد أن الزوجة ما تشتغل داخل البيت خارج البيت قد تساهم وما كينش زوجة اللي كتخدم وما كتساهمش في أعباء أو في مالية الأسرة إما تكلف تقريل الأولاد إما تكلف تأتيت الدار إما تكلف في ديوم المدرسة إذا كانت الزوجة أيضا تشتغل من داخل البيت نقر بأن هادك العمل هادك هو عمل منتج ماشي كان أعتبروا بأن هي ما تنطف الصباح وهي قفة كالطيب الطيب وتجفف وتغسل الدرار ودهم الصبيطر وتقريهم وفي آخر المطاف يعتبر ميكانجون نقيموا دك العمل كان قولوا ما كانش خدامة لا عمل لها هذا يعني إشحاف وظلم كبير تجاه النساء اللي لواتي يشتغلنا داخل بيوتهن كربات البيت هذا من جانب ثانيا المقاربة دينا هي مفهوم تساوي ما بين الرجل والنساء لا ننتصر للمرأة صحيح بأن المرأة العديد من المقتديات فيها إشحاف داخل المرأة ولكن نطمح أن تكون حقوق متساوية للرجل أو للزوج وحقوق متساوية للزوجة أو المرأة مثلا النفقة كما قلت لك إذا كانت نفقة المرأة تشتغل رات تساهم في تغطية تكاليف الأسرة في حالة إذا انفصة مع علاقة الجوجية بطبيعة الحال الرجل خصو ينفق ولكن إذا تعذر الأعذار قائمة على الرجل أنه ينفق إما لمراض إما لعاها إما لعدم توفره على العمل ربما كان عنده عمل ما بقاش عنده عمل والمرأة ما يسورة الحال مرأة من واجبها أنها تشتغل ومواجبها أنها تنفق للأطفال ديلا إذا كانت إمكانيتها المدية تسمحوا بذلك وإحنا نعرفه بأن الزوجات المطلقات حتى هم يساهمنا في تغطية تكاليف الأسرة يعني مبدأ المساوات وأن في مبدأ القوامة في تدبير الأسرة كأزواج أو في تدبير العلاقات بعد أن في صمع علاقة الزواج هذه الحكومة هذه تعيش على الحكومة الماضية أي حاجة أي مشكل اعترى سبيلها وإلا ترجعه للحكومة السابقة وهذا فيه نوع من التهرب من المسؤولية أولا لأن الآن عندك جميل إمكانيات أنك تحل ونحن في المتصف الولايات المفروض أن يكون الحديث على الحكومة السابقة صحيح تطوينها يمكن كان مبرر أنه يكون شهر العربة في السنة الأولى يكتفون سنة ما عنده وجود تانيا بأن هذه الحكومة يحاولوا ما أمكن يسقطوا هذه الاختلالات الكبرى على الحكومة السابقة وهما كانوا مكون أساسي داخل هذه الحكومة أولا يسيرون وزارة المالية وماءة ركام وزارة المالية يسيرون قطاعات الاستراتيجية الكبرى الإنتاجية بما فيها القطاع الفلاحة والصيد البحري والغابة والماء يسيرون القطاع الصناعي يعني كل القطاعات الإنتاجية الكبرى كانت بيدي هذا الحزب الذي يقود الآن التحالف الحكومي وكان فاعل أساسي فيه وقام بأعمال جد مهمة ممكن نكره فيها إذن عمليا هذا المنطق بأن نسقطوا هذه الاختلالات التي تعرفها العديد من القطاعات أو الإكراهات التي تعرفها مش هي القطاعات على حكومة اللي جات بها أيضا سندق الاقتراع احنا ما كنشكوش في الشرعية دي الحكومة الحالية لأنا جاءت جاءت بها سندق الاقتراع ولا نشكك أيضا بالرغم أي وسيلة هذا نقاش آخر كما جت للحكومة السابقة جت بها سندق الاقتراع الآن لحد تكلمتي على إشكالية الماء للأسف ما كان بغيش نخرج ولكن من اللي كنشوف هاتهامات كتزاد على كتزاد على الحد التيال والمستوى اللي كنكون مضطرة نوضح الواضحات أولا تصيرت قطعة الماء تقريبا خمس سنوات والحمد لله كان مشي وجهي حمر لأن الإجازة ديالي كاملة تتحدث عن نفسها ولو بالرغم العراقل بالرغم الإكراهات بالرغم عدم توفر على الصلاحية الكاملة اللي تصير القطع بالرغم كل شي ستطعت أنني نكون ندبر القطع بشكل ناجح والحمد لله الإنجازات تتحدث عن نفسها هادي الناس اللي كينتقضوا يخرجوا غير يمشي والتراب ويسمعوا شنو شنو قدمنا بهم المشكلة الأساسية قطعت هو أولا الأزمة اللي لا انطلقت نحن ما زال ما عيشناش الأزمة الأزمة ما زال مرتقابة ما يحدوث والإسقاطات ديال لجيك تنبئ بأزمة خطيرة غير عرفة المغرب هناك بعد تعليمات ملكية التي تتبع القطع بأدق التفاصيل وهناك استشعار بأنه الآن لم يعد مطلقا أن نشجع الإنتاج بالخصوص القطعات التي تستهلك كمية كبيرة منها بالطريقة التي كان فيها في الماضي لأنه لم يعد مسموح أن نغامره بالأمن المائي للبلاد ولا بد أن تكون فيه وقفة فاصلة وقد تكون فيه اختلالات في الدورة المائية بصفة عامة بفعل موقع الجغرافي البلاد الذي يتموقع في المنطقة الفضاء المتوسطي الذي عرض يعتبر بحل مختبر لتقلبة المناخية هذا الفضاء المتوسطي الذي توجد فيه المغرب هو لابوغاتوة لشانجمون كليماتي قاعد الظواهر تتمظهر في هذا الفضاء هذا الذي خصنا الآن صحيح أننا نبحث على بدائل تحلية إعادة الاستعمال لاقتصاد في الماء ولكن لمنظومة كاملة نظام الحاكمة الماء طريقة استهلاك الماء طريقة بناء سياسة عمومية التي تعتمد على الماء خلص يكون فيها إعادة نظر حتى نضمن نوع من المرونة تجاه التقلبات المناخية طبيعة الحال هذه أنا قلت هو أنا أمارس مهامي كوزيرة منتدبة بأنه لا يمكن لنا أن نشجع زراعة بعض الموارد بعد المنتوجات الاستهلاكية في منطقة تعالوا من جفاف هي كالية تكلمنا على البطيخ الأحمر والدلاح في منطقة زاقورا زاقورا للأسف كي طح فيها مرة 4-5 سنين كانت ساكنة تقنوا تحت وقت العطش ومنطقة أخرى اللي كيزرعوا فيها الفلاح الكبار أنا لست ضد زراعة الدلاح ولكن نزرعها في مناطق أخرى غير منطقة زاقورا لأن الأولويات تعطى للساكنة في توفير ماء الشرب ثم زراعة أخرى بين تلافوكات هدرنا على الزراعات الاستوائية اللي غير متأقلمة محتم على النمط أو السياق المناخد للبلاد ما يمكن نشوف هات الوتيرة دي تشجيعوا نقولوا إحنا ما عندناش ليد باش نفرضوا على الفلاح الكبار أو للمستغلين الكبار نوع الزراعة إياه ما يمكن لك تفرض عليهم الزراعة ولكن يمكن تقنن لجوء إلى الماء غا تقول له عندك واحد الكمية معينة هو يأقلم ذك الزراعة دي لحساب الكمية المتاحة ولا تمنع الحفر ممكن نضغط إلى الفلاح باش يختارون نوع الزراع ولكن يمكن نقنن لجوء دي المساحة السقوية الكبرى في الحفر في الإمدادات المائية عندنا إمكانة أخرى لجوء الزراعة لتأقلم مع السياق المناخد كل المنطقة بعد هذا القطاع الماء بشكل يتيم هذا يزعل ثلاثة والأربعة القطاعات منذ 2000 وجوج كان في التجهيز لتعمير واحد الوقت لتطاق والمعادين أو يرجعون للتجهيز يعني في حل القطاع غير مرغوب فيه وأنه يلحق في شي حاجة يعني عرف عدم استقرار وهذا كأترحتها للنفسية دي الأطر اللي تشتغل كي يحصو برسهم مثلا كن مدبدبين كل الهبا في يلحقوهم أنا شخصيا السياسة الوطنية المائية ماشي هي سياسة دي البناء فيها جزء من البناء صحيح البنية التحتية المائية التجهيزة المائية الكبرى السدود القناوات محطة تحلية ولكن كسياسة تجد نفسها أكثر مع قطاعات أخرى من قطاع التجهيز لأن كنت تكلموا على السياسة الوطنية المائية ونظام الحكم في الماء الآن النموذج الدولي هو الربط ما بين الطاقة والماء والأمن الغدائي والبيئة ما يعرف بلونيكسوس أو الترابط ما بين الماء والطاقة والبيئة أقرب القطاعات تدبير مندمج للموارد المائية هو قطاع البيئة اللي فيه لا سينيسمو تطهير أقرب لقطاع الماء من قطاع الطرق والمطارات قطاع أيضا الطاقة يمكن أن يكون ضمن أكثر تكامل دي السياسة عمومية هدو من القطاعات اللي ربما باش نضمنوا تدبير مندمج للموارد المائية ونضمنوا أيضا على المستوى المؤسساتي الترابط ما بين الماء والطاقة واليكوسيستيم والبيئة أما في ربطها بالبنيات التحتية من طرق ومطارات وطرق سيارة شخصيا أنا أحب أن تكون في الجهة الأخرى ولكن مش مشكل وده كان هناك تنصيق ما بين القطاعات ولكن أحب أن يكون قطاع سيادي له أولوية ما يكونش غير القطاع ملحق بحل لأن لماذا أنا نقول لك لماذا هالتدبد على مستوى المؤسساتي لما تكون سانة ماطرة أو الأمطار كافية ما يبقاش يبنى قطاع الماء مهم كيبنش قطاع مهم سوف في البراجات عمرين الفرشات المائية بارك الله كاينين لما نفكره في الماء لما قد جي الحزة في هذا الوقت هذي أنا كنقول بأن الأزمة يلا بدأت باقي الأزمة ما عشنا في دروتها عارك نفكره في أهمية قطاع الماء احنا بلد جاف عنده مناخ جاف الى شبه جاف الارتقاء بالوضع المؤسساتي والحكامي القطاع الماء جد مهم وغنوضعوه في غدا لما نارتقو فيه مؤسساتي داخل تشكيل الحكم يغيب قيبن في غدا والتكامل بالخصص مع قطاع البيئي وقطاع التطهير السائل جد مهم وقطاع الطاقة جد مهم لأن الآن ما يمكن نبني سياسة عمومية دون تفكير في الاستهلاك ديال الطاقة ودون تفكير في الدورة المائية وتدبير المندمج للموارد المائية ربما هاتش هات سؤال تقطع مالسؤال لأن الأزمة تقارير الدولية وبالخصوص تقارير دلوجيك الخبراء ديال التقلبات المناخية تنبئث من خلال تقرير السادس ديالو كتقول بأن مؤظم الأحواد في المملاكة بالخصوص الأحواد الشمالية غتعرف من خفاج ما بين 15 إلى 25 في تساقط المطارية هاتش ماشي وليد اللحظة يعني كانت تقارير سابقة لكت تتحضر عن هاد الأزمة بالفعل احنا تملك هاد التقالبات المناخية ديال السياسة العمومية ما كانش فيه نوع من الجدية لأعلاج كنقول واش نعملو هاد المشروع سنة وشهر سبتمبر على الله طحش تعال ما طحش في سبتمبر سنة وشهر ديسوم كانت طحش في سبتمبر في ديسوم اكت جيوح لديبخيس في ديسوم كان مقاو سنين ولا عشر سنين ودبقات منتظر وشهر جيش اشتو لما جيش غد كنصافي ضمنت المؤشرات الاساسية ديال الأزمة كينا سنة ديال تأخر في المشاريع ولا في تعبيئة الموارد المالية ولا في تعبيئة الاستثمارات ولا في إخراج المشاريع هي سنة ديال المشاكل وسنة الجفاف وسنة العطش وسنة الدغط تخطيط القابلي هو أحد الركائز الأساسية ديال السياسة الوطنية المائية والمخطط الوطني الماء ولو أنه ما كانش يعني بشكل رسمي خطط وقرى لمستقبل من خلال التدابر اللي يخصي بها ولكن قطع الماء ماشي كيصيروش غير الوزرات الماء تبعا هو الخطأ اللي كاين عند في مخيلة المغربة أن وزير الماء هو المسؤول على ما يحدث تفغي وزير الماء عنده جزء من المسؤولية ولكن قطع الماء قطع معقد ومركب تقريبا 12 متدخل فيه لو أن كل متدخل يقرأ هاد الأزمة ويحاول ما أمكان يأقلم السياسة القطاعية وفق المؤشرات ديال الأزمة غد نضمنه تنصيق متكامل للسياسة العمومية لو أن كل أحد كيخدم بوحده وعنده أجندة ديال وعنده أهداف ديال وبيلا ما يشوف الماء يكون خالل في السياسة المائية لأن هو يخطط ويخطط 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 دورة المائية الكبرى بالفعل حديث عن تجربة الديمقراطية المغربية حديث جد مهم ولكن قراءة الأساسية لتجربة الديمقراطية يمكن نصلها في مرحلتين ومرحلت ما بين بعد 2011 علاس بالتبك لأن في 2011 تم تكرس وثبت الخيار الديمقراطي هو ثابت من ثوابت الأمة وارتقى إلى نفس المستوى الوطنية الملكية والدين الإسلامي إضافة إلى الخيار الديمقراطي ويمكن نقول بأن تجربة الديمقراطية في المغرب تتطور تتقدم فيها أخذ ورد فيها بعض الارتدادات كباقي الديمقراطية العريقة بالحاجة إلى صيانة بالحاجة إلى نفس ديمقراطي جديد والقراءة بالخصوص منذ يمكن في العشر سنوات بعد دستور 2011 أو في الولاية سابقة كان هناك تقدم على مستوى تنزيل المضامي الكبرى للدستور 2011 إعطاء للفعل السياسي دور مهم دور بارز دور مؤثر صلاحية التي اعطتها الديمقراطية للخصوص للأحزاب السياسية تبوئت المكانة إلى أحزاب تمثل المواطنين تعمل على بلولة سياسة عمومية تسعى إلى تقتير المواطنين من العمل السياسي ولكن لاحظنا بأن هناك نوع من الارتداد قد أقول باش منقش الفعل الديمقراطي في الغالي بالأحيان صارت بعد المواقع أو بعد المؤسسة للتغيير ومؤسسة الممارسة الديمقراطية إما تتحق بها أو تتوج بصعود جيل جديد من النخب اللي ربما ما عندهم مش مصار سياسي ما عندهم مش مصار داخل الأحزاب سياسية أو والأحزاب أيضا تلجأ إلى بعض بعض العناصر وبعض الفاعلين ربما عندهم جاه عندهم نفوذ عندهم مال مؤثرين في المجتمع ديالهم بشي متلوها داخل المؤسسات المفروض أنها تعكس الممارسة الديمقراطية الحقيقية عبر التنافس نشوفوا مثلا المؤسسات البرلمان للأسف وهناك تصابق ما بين الأحزاب فوحد الميركاتو حل سوفهم دم ميركاتو أثناء الانتخابات بالخصوص كل يتسابق على استخطاب أسماء وشخصيات أعيان لهم نفوذ على المستوى الترابي بش يمتلوها داخل البرلمان وربما لما يمكن تفتح لبب ديالك للأشخاص لا يمتلكون ولا يؤمنون ولا يشربون ولا ينهلون من الفكر أو التصور أو المشروع المجتمعي للحزب نضاعف ونقود هذه الممارسة الديمقراطية بالخصوص داخل المؤسسات المنتقبة والمؤسسات التمتيلية أنا أدن بأنه ما دارش فقط للعشر سنوات عنده واحد المدى ديالو ربما ما زال فيه مدى نحن بحاجة إلى نفس ديمقراطي وحيث تقدم الاشتراكية كان اقترحا ربما هذا في أحد مؤتمراته النفس الديمقراطي الجديد بالحاجة إلى جرعة إضافية لإنعاش العمل السياسي ومد الجسور ما بين الخصوص الشعب المغرب والأحزاب السياسية بالحاجة أيضا إلى أحزاب سياسية قوية مستقلة مؤطرة وفاعلة داخل المجتمع وهذا ما يمكننا نعمله إلا وضتقنا في الفعال السياسي لأنه في الأساس لا ديمقراطية بدون أحزاب سياسية ولا تنمية بدون ديمقراطية يعني النماذج الكونية الكبرى ما برزت وما نتجت إلا النموذج الديمقراطي اللي يمكن يكون فيه احتواء كل الأصوات واحتواء كل الفعاليات داخل تجربة ديمقراطية تنافس فيها بالخصوص داخل المؤسسات ممكن نفصلش بأن السياسي ما يكونش عنده خبرة تقنية لأن قاع الأطور السياسي للأحزاب إما تخرجت من المدارس الكبرى وإما تخرجت من المعاهد الكبرى يعني عندها خبرة تقنية بالإضافة إلى مصر سياسي وندرة سياسية ندرة سياسية يعني عمليا لكي يقول الأحزاب ما فيهاش الخبرة تقنية أحزاب سياسية هي فيها أطور أستيدة جامعيين مهندسين أطباء خبراء دوليين خبراء ماليين حتى هم في أحزاب سياسية غير عندهم واحد المصار إضافي لهو السياسي أنا بالنسبة لي ما كان ما كان قزمش أو لا يعني أقلل من قيمة التقنقراطي ولكن إذا كان تقنقراطي وعنده خبرة سياسية وندرة سياسية غيكون أحسن غيكون أحسن لأن ما كيبقاش كل وزوني في التحليل وفي نمط الاشتغال ما كيبقاش فقط غير يحل الأرقام ولا يحل الازيكواتيوم بليتو كيكون عنده واحد نظرة شمولية أكثر على كل ما هو علم إنسانية كل ما هو اقتصادي كل ما هو اجتماعي كل ما هو أيضا تنموي يعني أحب هذه المسألة هذه أما مسألة الاستقطاب دي الكفاءة داخل الحكومة يمكن نقول أحد العيوب الأساسية لتجربة الديمقراطية المغربية هو كان نجيبوا أشخاص ربما نتق في الخبرة التقنية ديالهم وكان نحقوهم مباشرة بحزب سياسي سواء كان بعض المرات وبعض المرات شي وحدين معرفوش اعترسوا مش من حزب واش أنا حزب هذا ولا حزب هذا وقالت لي مع واحد هاش من حزب أنا واش الحزب فلان فلان ولا حزب فلان فلان أولا استبشرته شخصيا خيرا بالاستفاق الموقع بالأمس مع النقابات أتمنى تكون هذه الفرصة هذه أنه يتحق الأستيدة بالخصوص بالأقسام ديالهم لأن في الواقع الضحية الأولى ورئيسية هو أولاد الشعب ومالكي قرف من درسة العمومية وأدن بأن التفات ديال الحكومة القطاع تتعليم يكون التفات جدي لأن الأستد ما شهو الحلقة الأضعف الأستيدة الآن ساهمه في تكوين أجيال وأجيال مناطرين قطع التعليم قطع أساسي والأستاد يجب أن يكون جزء من الهتمامات الأساسية ديال إصلاح المدرسة العمومية على إصلاح المنظومات التعليمية وإصلاح المناهج يعني الأستاد يجب أن يكون مرتاح في القسم دياله يجب أن يكون مرتاح عنده دخل محترام كيشتغل في وسط محترم عنده الإمكانية الأساسية باش يمكنه أنه يتشجع على المعرفة والتعليم وما يمكن نتعامل بهذا المستوى الارتجالية التي أبنتها الحكومة في التعامل مع ملف الأستيدة اللي في الواقع كنا يعني تأسفنا على التشنج ديال الوسط اللي عرفو هذا القطاع والإدرابات المتتالية خص الإنصات الإنصات أيضا لأصوات هعيب نفعلو بعض الآليات الوسطة ولو أن الحكومة يعني تحورت مع المركزية النقابية اللي عندها الشرعية وأكيد ذلك ولكن نفعلو آليات الوسطة من أجل الإنصات لهذه التنصيقيات اللي كيعتبروا نفسهم بأنهم لا تمثلهم هذه النقابة لأن برغم من الاتفاق خرجوا اليوم تنصيقية كيقولوا مستمرين في الإدرابات أنا تحدثت العديد من الأصديقاء والمعارف اللي كي نعرفهم قلت لهم تعمل حكومة استجبت لكم الآن دخلوا الأقسام وذلك الشي غير يتطور يعني الطريقة اللي تعاملت بها الحكومة فيها نوع من التردد والارتجالية قد أقول في هذا النظام الأساسي كان من الأجدى أننا نفكره في الأستاذ قبل ما يتأجج الوضع ونشو لأنه لا يؤقل أنك تضيف المقاربة شوية خاطئة دابة الحمد لله الأمور تقدمت نتمنى أن نكون هنا التوافق نتمنى أن نفعلوه كما قلت آلية الوساطة باش نصنطل ذك التنسيقيات على الأقل نتحوروا معهم ماشي بضرورة الحكومة تجيبوا معنا لأنه كما قلت تفعيل الشرعية في التمثيلية ولكن ربما تكون آلية الوساطة أو البرلمان ولا جهات أخرى مؤسسة أخرى باش على الأقل تبديد هذا الضغط اللي كيعرفوه وهذا الغبن اللي كيعرفوه العديد من أساتي دول أستاذات في الأوسط التعليمية لأن لضحية الأولى ورئيسية كما قد هو مولاد الشعب اللي كيقرأه في المدرسة العمومية قلت لي بأن الحزب بلادي يقود الائتلاف الحكومي يتبجح بالدعم بكونه كان مبادرة للمنظومة الاجتماعية أنا فقط أطرح سؤال لماذا رفضه في الحكومة السابقة ماذا تغير ما بين 2016 و2023 شنو تغير شنو العناصر الأساسية اللي تغيرت في المجتمع المغربي باش نرفضه في 2016 بل كان شرطا أساسيا لدخوله للحكومة والآن أنا كاقل الحمد لله رقيين واحد المؤسسة اسمي المؤسسة الملكية اللي هي صهرة شخصيا على إخراج هذا الوضع لأن بعد تجربة ديال كوفيد يعني جلالة الملك نصط النبط الشعب المغربي وهو يباشر شخصيا ببناء هذا المنظومة ديال الحماية الاجتماعية ولولا ربما كان سوف يكن نصطوا عليها وتحريفها من هدفها النبي اللي هو بناء منظومة اجتماعية متكاملة تضمن العيش الكريم لكل مواطنة مواطنة مغربية متنا في التنزيل حداري من بعض الغلو أيضا من بعض الغلو ومن بعض النحرافات أنا السيدة كان عرفها جات عندي قتلي قتلي قتصيفت لماماها نيماها قتصيفت لماها واحد لابونمو 30 درهم في الشهر باش تدر معها في الواتصاب يماها ساكنة في الجبل قالوا لا رغي نقصلك غي نقصلك الدعم ديالك بسكو انتي عندك واحد لابونمو في التليفون قتصيفت نيماها 30 درهم أو 40 درهم باش تدر معها في الجبل وعندها الويفي عندها جوج بنيتات صغار ساهية غي نقصلك الدعم الاجتماعي يعني هاد الأمور خصي يكون فيها شوية 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 العقلانية وشوية لالوجيك للمنطق في التعامل معها الويفي والتلفاز يعني من مقاومات العيش البسيط ديال المواطن يعني بعض انحرافات قصة الواحد يكون على بل منها لأننا بدنا الهدف الأسمى من هاد المنظومة هو أننا نضمنه لكل مواطن وكل أسرة مغربية الحد الأدنى للعيش مشيت الكريمة العيش كرامة باش ما نقولش العيش الكريمة العيش بكرامة هاد الهدف ديالو يعني نحاولو ما أمكان ملاكي اللهم نظن بأن الأحزاب اليسرية هي ضهية نفسها يعني هاد سلسلة للشقاقات وتفككات اللي عرفتها الأحزاب اليسرية واللي انتجرت عندها بعض الأحيان أحزاب مجهرية يسرية ضعفت من الفعل ديال الأحزاب اليسر وضعفت من الوقع دياله وضعفت أيضا من المتدادة دياله على الحركة الجمارية تكلمتين الهدف الهدف الآن ودجي ننقرأ الحبل السوري تقطع من شحال هادي يعني هاد العملية دياله التفريخ والشقاقات والخلافات اللي عرفتها الأحزاب اليسرية ضعفت من الوقع دياله ثم كين واحد نوع دليغو شكل هو اللي يسري كتر من الآخر ما بين الأحزاب السياسية احنا اللي يسريين لا احنا اللي قبل منكم اللي احنا اللي عندنا المبادرة يعني عمليا قراءة اليسر وكانت عندنا مناسبة يعني نقرأوا الإكرارة الأساسية اللي عرفتها عرفتها الأحزاب اليسرية الآن وحدة اليسر كان هذا الحلم راودنا ونحن شبان يعني كنا نحلم أن تكون هناك قطب يساري كبير جدا بشدة أطيافه يوحد قمع طبقة السياسية اليسرية ويشكل قوة ضغط كبيرة جدا سواء في الشارع أو لاخر المؤسسات ولكن عمليا أو لا قد أكون قد أكون حالي موضة قطب لازم نحلم أنه في وقت من الأيام قد يكون عندنا شي قطب يساري كما كان في إسبانيا في الإسكاردا يونيذا كما كان في إيطاليا إلى آخر الآن ما نطمح له هو أن نقوّد تنصيق ما بين الأحزاب السياسية اليسرية الأساسية منها استبشرنا خيرا بالتقارب اللي حصل مع الحزب الاتحاد الاشتراكي نتمنى أن يكون نفس الشيء مع الحزب الاشتراكي الموحد ولا في درالية اليسر حول قضايا مجتمعية اللي قد جمعنا مثلا المدونة الأسرة لما قرأت المذكرة الاتحاد الاشتراكي والمذكرة البيسوي والمذكرة البيس تقريبا نلتقي فيها أكثر 9% من تعديلات نلتقي فيها نكتف العمل حول قضايا معينة حتى نرفع من منصوب الضغط حتى نقاوم بعض الطموحات النقوصية وقد أقول المدوية يكون أحسن أما الحلم أننا سنحلم بشي وحدة يسار ليس هناك الشروط الذاتية للموضوع لتأسيس قطب يساري النموذج الواحد بقى بالفاشل نحن نشوف نتحالف الفيدراليات اليسار اللي تتحالف حزاب اليسارية حزب اشتراك المحاد مع البادز مع المؤتمر الوطني تحالف في الأخير في انتخابات تفارقوا أو تاني نبغي نشتحالف صغير تحالف يضمن موازين القوى مع أحزاب أخرى أما تكتلات الصغرى لا يكون لديها وقع بالخصوص على الفعل السياسي بصفة عامة أنا أطمح أنه يكون قطب يساري ولكن كما قلت لك لا الشروط الذاتية ولا الموضوعية متوفرة نقدر نكون منطقية أن نقول لك تكتيف تنصيق وتدعيم التنصيق في قضايا مجتمعية توحدون هذا القانون الجناء اللي غا يجيب ودونة الأسرة كين أوراش المنظومة الحماية الاجتماعية تهيات ودخل بالخصوص دخل القبة البلا معنى معارضة مفككة للأسف وخافيها حزبا يساريا كل واحد يمرس معارضة بمنطقه وبمعزل عن الآخر يعني عمليا نخصني شوية نوعا الرجوع إلى الدات والتخليع الآن ليغو هو اللي قتل الأحزاب السياسية اليسارية اليسارية ليغو بس كل واحد يبلغوا رأسه كبير وما كبير إلا الله سبحانه وتعالى قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونوا في العشين فيبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية